بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في السكشن نامبر وان بعنوان Equivalent System of Forces في جوسئها الرابع طبعا هنا راح نشوف مع بعض Scolar Product of Two Vectors The Moment of a Couple وبعد ذلك نمر إلى Addition of Couples إزاي نجمع الكouples The Scolar Product or Dot Product يعني هما في من يسميه Scolar Product وفي من يسميه Dot Product لكن عندهم نفس المعنى Between Two Vectors P and Q is Defined as follows يعني هنا عندي P.Q بتساوي PQ Cosine Theta أذكركم بأنه ال Cross Product لو عندي P Cross Q بتساوي P يعني كقيمة بتساوي P Q Sine Theta هذه كقيمة ضارب اتجاه ال Vector اللي بيكون Vector V مثلا طبعا هنا Scolar Product or Commutative يعني هنا P.Q بيعطيني نفسه لو حسبت Key Q.P P على عكس Cross Product اللي هو رح يعطيني P Cross Q بيساوي Minus Q Cross P R Distributive يعني لو أنا عندي P.Q1 Plus Q2 أقدر أوزع ال Dot Product على ال Q1 وال Q2 بتحصل على P.Q1 مع P.Q2 والخاصية هذه حتى Cross Product موجودة فيه Are Not Associative يعني لو أنا عمل P.Q كله Dot S رح يعطيني نتيجة يعني في الآخر It is an undefined result طبعا هذا رح يعطيني Scalar Scalar Dot Vector رح يعطيني شيء undefined وإشارة هنا للزاوية Theta عايزا هي الزاوية ما بين Vector P وال Vector Q Scalar Product with Cartesian Unit Components طبعا لو عايز أكتب في ثلاثي الأبعاد Vector P هتكون عنده مكونات PX و PY و PZ باتجاه X و Y و Z وبالنفس الشيء بالنسبة لل Q هتكون عندها مكونات QX و QY و QZ Scalar Product اللي بينهم طبعا لو عايز أحسبه لازم أعتمد على القواعد التالية أنه بالنسبة إلي I.I بيساوي 1 J.J بيساوي أيضا 1 و K .K بيساوي أيضا 1 بخلاف ذلك الباقي كله رح يكون أصفار ليش لأنه لو أنا عملت مثلا هنا I.J رح يعطيني كنتيجة هو I J Cosine Theta طبعا في الكارتيجيان Reference سيكون عندي الزاوية المبين I و J بتساوي 90 درجة فCosine 90 بيساوي 0 وبالتالي النتيجة الفاينل بتكون 0 نفس الشي بالنسبة I.K و K.I وبخلاف ذلك لو مثلا أنا عندي I.J هنا بتساوي I أو عفوا هنا I.I I multiplied by I Cosine الزاوية بين I والI بتساوي 0 Cosine 0 بيساوي 1 طبعا هنا رح تعطيني 1 لو حسبت P.Q رح أجد في الآخر بعد ما عمل الاختزالات اللازمة اعتمادا على القواعد التالية I.I بالساوي 1 اللي إذن ذكرتها من قبل طبعا رح تحصل على P X Q X مع P Y Q Y مع P Z Q Z ولو هنا عملت Scalar Product مع نفس الفكتور P P.B P.B بتعطيني PXP تربية PX تربية PY تربية PZ تربية جمعهم مع بعض اللي هي بتساوي P تربية بصفة عامة